دكتور راجح حضرتك دلوقتي أنت ابن لرجل كان صحفيا وكان كاتبا إزاعيا والوالدة كانت مدرسة إنجليزي كيف جاء اهتمامك بالموسيقى وتوجهك إلى الكونسرفاتورة من البداية؟ هو والدي كان يعني كان مصقف رائح وكان أصدقائه كانوا من الفنانين والشعر وكان هو نفسه كان يحب يمارس في شبابه يعني الغناء وكان مغني هايل على فكرة يعني صوته جميل إلا إن طبعا في السن والصغير يعني ده الكلام ده في العشاء يعني في التلاتينات من القرن اللي فات يعني ما كانش محبب إنه ما كانش شائع إنه الرجال يتعلموا غناء أو يمارسل هنا كان بيبقى على نطاق مثلا بيانوهات كل العرائس يبقى عندهم بيانوهات في البيت والحاجات اللي هو يعني فاتجه للدرس في كلية الأداب واتجه بعد كده للإزاعة والإزاعة للصحافة وما كانش اختيار قدمة المركب أخدته للسكة دي فهو كان يعني كان كمربي وأب أنا وإخواتي الأربعة الأخرين يعني كان حب إنه هما في مرحلة الطفولة كان بيصر على إنه نتعلم فنون أي فنون سواء رسمة أو موسيقى أو أي حاجة يعني كهويات وكانت المدارس في الوقت ده كان فيها فصل للموسيقى يعني الحصة للرسم واللموسيقى والألعاب الرياضية للحاجات اللي هي تشالت بعد كده للأسف الشديد فمن هنا جاء يعني الانتماء الأول للفنون مش للأحتراف إنما الاقتناعه بأن الفنون دي بتربي مشاعل الأطفال وبتنمي مواهبهم حتى كطلاب في العلوم الأخرى يعني فأنا وقويا اللي أكبر مني رحمه الله جهاد داود يعني كملنا في هذا المجال وهو كان يعني متخصص في قيادة الأوركسترا وأنا كنت بتديت إحنا الاثنين بتدينا بالعصف على البيانو وأنتم الاثنين كنتوا في الكونسرفاتور أه في الكونسرفاتور والكونسرفاتور دراسته طويلة مش يعني أنا فيه كان عندي تسع سنين أو ثمان سنوات وأخويا اللي أكبر برضو بتدع يعني هي الدراسة بتاعت الكونسرفاتور أو معهد البالي بيأخذوا الأطفال في السن العمري من 8 أو 9 سنين ترجمة نانسي قنقر